السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رؤية جديدة نقوم بتأويلها اليوم بإذن الله هذه الرؤية جاءتني من الأخ محمد السيد يقول الرائي رأيت في السماء قبل أزان الفجر بنصف ساعة وكنت أكلم ربي هذا ما تعودت عليه كل ليلة بعدما أصلي قيام الليل ما كنتش نائمة رأيت وجه رجل في السماء ويلبس عمه كأنه عمر ابن الخطاب ثم نظرت لقيت فارس أمامه ويتقدم حتى رأيت ملامحه جيدا قلت هذا ابني الكبير أبو بكر وبعد ذلك أزن الفجر وصليت الفجر وبعد ذلك سبحت وذكرت الله كثيرا في الشروق وصليت الشروق وطلبت من الله أن يريني هذا الرأي في المنام نمت لقيت في منام اليهود يدخلون مصر ويقتلون النساء المنتقبات والشيخ اللي بدأن وطلعوا العمارة اللي أنا فيها ودخلت على ابني وقزه ولما قام كانوا قصروا الباب علينا ولقيت ابني قوي جدا ودخلت البلكونة أنا وهو وأخته وأخذوا يدقون على الباب أي اليهود يعني في الرؤية لكن لم يستطيعوا أن يفتحوا الباب من رغم من قصرتهم ثم سكتوا قلت حين ينزلون من السطح أخذت أكلم ربي أن ينصرنا فإنك لن تعبد في هذه الأرض ثم جاءت ريح شديدة ولقيت رجل ضخم قال كعمر وقال يا أبا بكر وأمسك السيف وضربه وفتع مخرج لنخرج منه ثم خرج بكر فقال له أمك نظرت إليها وقلت أنت الرجل اللي أنا شفت إنبارح في السماء تأويل هذه الرؤية رؤية وجه في السماء بشارة خير قريبة لهذه الأمة ورؤية عمر ابن الخطاب رضي الله عنه رمز لعودة العزة والكرامة والتمكين القريب لهذه الأمة اليهود يدخلون مصر ويضيقون على المنتقبات وعلى الشيخ اللي بدأن الحرب التي هي الآن تأويلها الحرب التي هي الآن على الدين وراءها اليهود وأتباعهم وأزنابهم أما الريح الشديدة هي السلطان والحاكم الصالح الذي ينتظره الجميع ألا هو المهدي عليه السلام والرجل الضخم الذي يأتي ويأتي على يديه الفرج رمز لرجل عالي في المنزل رفيع في المكان ولا يكون بإذن الله إلا المهدي عليه السلام بارك الله فيكم ننتظركم غدا بإذن الله مع رؤية جديدة وتأويلها دمتم في رعاية الله شكرا